اشتركوا في القناة المعرفة جمع بين الثقافة الأدبية والتاريخية وبين الطب والعلوم البحتة بين الثقافة الإنسانية والثقافة العلمية وأصبح عضوا في محافل كثيرة ومجامع علمية مهمة ذلك هو الطبيب الدكتور داود الشلبي داود الشلبي حقيقة أحد أبرز الوجوه العلمية التي كان لها حضورها وكانت لها مساهماتها في الحياة الثقافية والعلمية في النصف الأول من القرن العشرين بل حتى وفاته في عام 1960 كان وجهاً مهماً وكان رائداً في كثير من الآراء التي كان يعبر عنها أو يطرحها في محاضراته وفي مؤلفاته كان جريئاً يحسب له أنه توصل إلى قناعات في أشياء وفي أمور لم يكن قد سبقه إليها أحد من قبل وكان يدهش السامعين وقرائه بتلك الآراء الجريئة وكان غير هياب يعني يلقي ما ينتهي إليه علمه واستنتاجاته واجتهاده غير هياب بمن سيفاجئ بمثل هكذا آراء أو من يقبلها داود الشلبي ابن محمد سليم الشلبي من أسرة عانت الطب لأجيال عدة كان جده الأعلى طبيباً كبيراً مترجماً من الكتب الطبية من اللغات الأوروبية إلى العربية وعاش في آخر القرن الثامن عشر يعني هو ابن أسرة تعاقب أسلافها على درس الطب والترجمة الطبية والعلاج وغير ذلك لأربعة قرون في أقل تقدير وولد هو في الموصل عام 1879 ونشأ نشأة ربما كانت مختلفة بعض الشيء عن نشأة أتراب له صحيح هو درس في الكتاتيب كما درس أكثر أقرانه لكنه انصرف بسرعة إلى دراسة العلوم الجديدة يعني العلوم الجديدة بمعنى العلوم التي تدرس خارج نطاق الدراسة الشرعية والتقليدية التي كانت سائدة في ذلك الوقت فسافر إلى اسطنبول لدراسة الطب وهناك كانت الدراسة الطبية يعني قد قطع الشوطن لأنه كان هناك أطباء أوروبيون وكان هناك اتصالات مع الجو العلم الساد فتأثر بذلك كله ونبه ونبغ ودرس الطب بجدية كبيرة وتخرج من الدراسة أو من الكلية الطبية اللي كانت جزءا من جامعة ما كانت تسمى دار الفنون يعني الجامعة العثمانية وقبيل يعني أن تندلع الحرب العالمية الأولى استدعي إلى الخدمة العسكرية والغريب أنه رفض الالتحاق بهذه الخدمة ومنطلقا من مبدأ أنه كان يدعو ليس يعني تكاسلا عن أدائها ولكنه كان يدعو إلى استقلال البلاد العربية يعني كان من المناهضين لفكرة السيادة العثمانية وكان يدعو إلى مع أنه درس في اسطنبول لكن كان يدعو إلى فكرة الاستقلال ولذلك أبى أن يلتحق بهذه الحرب الذي وجدها لا تخدم بلاده وإنما تقع في صالح الدولة التي هو يعمل من أجل الاستقلال عنها فلم يلتحق وكان يخشى حتى على حياته لأنه ظل بعيدا عن أداء هذه الخدمة في أثناء حرب طاحنة كانت تجور من حوله ويعني بعد أن انتهت وضعت الحرب أوزارها عين طبيبا في الجيش العراقي وقبل أن يعمل في الجيش العراقي في مجال اختصاصه سرعان ما بدت نباهته ظاهرة وثقافته بدأ ظاهرة وملفتة للأنظار فعين عضوا بالمجلس التأسيسي الذي كانت مهمته هو تأسيس الدولة العراقية وتشريع الدستور وغير ذلك وفي هذا المجلس طرح أفكارا جريئة ووطنية مهمة وكان يدعو فيها إلى العمل من أجل تأكيد استقلال العراقي ووحدته وكان أحد الأعضاء الذين انتجبوا للعمل على تدقيق المعاهدة الأولى في تاريخ العراق المعاصر المعاهدة العراقية البريطانية وأبدأ آراء مهمة تنم عن حس وطني ونباهة ثم أنه أصبح عضوا في المجالس في البرلمان العراقي عند تأسيسه وكانت مواقفه جميعا في هذه المحافل تنم عن ذكاء وجرأة ومن يطلع على محاضر المجلس التأسيسي يجد صوته مرتفعا وقويا وواضحا في مختلف القضايا التي تطرح في هذا المجلس لم يكن عضوا شكليا كما كان بعض الأعضاء يعني كان يعني لا يبخل على الحياة الوطنية بأن يدلي دلوه في كل تفاصيلها وأحاديثه كلها مسجلة ويمكن الاطلاع عليها اليوم عين مديرا للأمور الطبية في الجيش العراقي وهو من أوائل من تولى هذه المهمة هذه الوظيفة المهمة في أول تأسيس الجيش العراقي مدير الأمور الطبية ثم أعيرت خدماته من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية بقي هناك فترة بعنوان مدير شاغلا وظيفة مدير الصحة العامة ثم بعد ذلك أعيد مرة أخرى إلى الدفاع مديرا للشؤون الأمور الطبية وفي عام 1933 أحيل إلى التقاعد وستمرت نحو ثلث قرن هو متقاعد عن الدولة ولكنه كان قد فتح عيادة له في مدينته الموصل وكان يعالج فيها المرضى الذين كانوا يفيدون إليه من مدينته أو من المدن الأخرى طار صيته في أوساط المدن العراقية فصارت عيادته مقصدا لكل من يحتاج إلى علاج يصعب الحصول عليه في مدينته وصار بالتالي مقصدا للكثيرين من من كان يصعفهم بعلمه وهو حقيقة لم يكن باحثا عن المال وإنما كان يعالج كما أخبرني بعض من عاصره كان كثيرا من المرضى يعني يعالجهم مجانا لوجهه سيرته كما تلاحظون يعني فيها مواقف وفيها خدمة عامة وفيها وظائف مهمة ولكن أهميته ليس من هذه هذا ربما يشاركه فيها أحد غيره كان عالما مثقفا دقيقا في أبحاثه حتى نال شهرة عالمية ليس لأنه أصبح مدير الخدمات الطبية على أهمية هذه وريادته في شغل هذه المناصب ولكن لما كان يلقيه ويؤلفه من بحوث ما كان يحضره من محافل علمية بسرعة تم اختياره عضوا في مجمع فؤاد الأول للغة العربية في القاهرة الآن هو مجمع اللغة العربية في القاهرة أصبح عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق وهو أول المجامع العلمية العربية وعضوا مراسلا وعضوا في المجمع العلمي العراقي عند تأسيسه كانت المجامع هي تتنافس وهي التي تطلب أن يكون عضوا فيها أصبح اسمه يعني مضيئا تماما في دنيا العلمي والثقافة والإبداع العلمي حتى صرت تجده يملأ موقعه في كل هذه المجامع ألف كتبا مهمة يعني عكف على فهرسة كل مخطوطات الموصل في وقت كان من أصعب الأوقات للقيام بهذا العمل المخطوطات كتب موزعة قديمة مهترئة بعضها في مكتبات المساجد والتكايا يعني منتثرة في مدينة مليئة بمثل هكذا خزاء فعكفه على مكتبة مكتبة كل مكتبة يفهرس ما فيها من المخطوطات ويصف ما هو مهم من تلك المخطوطات وهو الرائد الأول لفهرسة المخطوطات في العراق بعد تلك المحاولات البسيطة التي وجدت في آواخر العهد العثماني لكن البداية العلمية الصحيحة لعلم فهرسة المخطوطات بدأه داود الشلبي في أواء العشرينات القرن العشرين حينما كتب كتابا مهما سماه مخطوطات الموصل قدم النموذج الذي لم يحتذي حذوه أحد إلا بعد حين في بغداد وفي مدن الأخرى مخطوطات الموصل صدر في عشرينات من في العام 24 وهو يقول أنه كنت أعاني الكثير في هذا العمل حينما كان يعكف في غرفة باردة رطبة في بعض مساجد المنصل وهو يمسك مخطوطة مخطوطة ويصفها في هذا الكتاب كان يقول كنت أجد أنظار المتولين تنظرني شزرا يعني ماذا يفعل هذا الرجل في هذه الأكوام من الكتب القديمة ومع ذلك أصدر هذا الكتاب المهم الذي سيصبح درة من درر التقافة في مجال المخطوطات وفي مجال التراث في وطنه وفي البلاد العربية وفي العالم أيضا اعتمده مستشرقون وباحثون في العثور على ما كانت تكله هذه الخزائن من مخطوطات مهمة كتب كتابا غريبا يعني أيضا كان رائدا في هذا أثر الآرامية في لهجة المنصل العامية كان يعني يتقن مجموعة من اللغات استفاد منها جميعا في بحوثه طبعا يتقن التركية لأنه درس بهذه اللغة مطلع تماما على آداب اللغة العربية لأنه حقق عددا من المخطوطات العربية القديمة يعرف الفارسية أيضا ويعرف اللغات الأوروبية الفرنسية إتقانا كل هذه اللغات ساعدته على وضع كتب مهمة كان من أبرزها أنه وضع معجما لأمراض الجلد تخيل أن هذا الموضوع الدقيق كيف استطاع أن يجمع المصطلحات العربية في هذا الموضوع يعني اطلع على عدد هائل من الكتب وجبع منها وحدد معاني هذه المصطلحات مما أفاد دارسي الطب في زمانه يعني جامعة دمشق كانت تدرس الطب وأعتقد ما تزال باللغة العربية فأفادت كلية الطبية السورية من هذا المعجم وأقر هذا المعجم مجامع لغوية عربية فأصبح يمثل سابقة مهمة أراد بها أن يقول بأن اللغة العربية غنية إلى الحد الذي يفيد ويغني الدارس العلوم حتى العلوم في هذا العصر بل وأنه ختم كتابه أو كتب في مقدمته هذا أني وجدت من المصطلحات العربية ما هو أكثر مما يحتاجه علم أمراض الجلد في عصرنا هذا يعني وجد تروى تفيض على ما كان معروفا من مصطلحات أوروبية في ذلك الوقت طبعا في أربعينات القرن العشرين كتب كتابا عن الألفاظ الفارسية والكردية في لهجة الموصل العامية كتب عن والهندية أيضا مما دل على معرفته أو بإلمامه بلغات مختلفة كتب أو ترجم عن الفرنسية كتاب الويندي داد وهو أحد الكتب المقدسة في الديانة الزرادشتية تستغرب سعة اهتماماته من الديانة الزرادشتية إلى الكتب المقدسة لهذه الديانة إلى علم أمراض الجلد وكل مؤلفاته كانت تنم عن دقة بالغة وتخصص عميق في تفاصيل تلك العلوم وحقيقة من اهتماماته في التاريخ أنه كتب كتابا سماه زبدة الآثار الجلية في الحوادث الأرضية وهو كتاب ألفه ياسين العمري الذي سبق أن تحدثنا عنه ربما في حلقة فائتة لخصه وأبدأ تعليقاته على هذا الكتاب وقد أسعدنا الحظ في أن نقف على هذا الكتاب ونحققه ونشره في سبعينات القرن الماضي داود الشلبي كان محبا للمعرفة ترجم عددا من الرحلات الأوروبية إلى العربية رحلة أوليفيير وكتاب دومينيكو لانزا ومذكرات بعض الذين وفدوا إلى العراق ومع الأسف أن هذه الرحلات التي ترجمها لم ينشرها ولم تنشر ولكنها وجدت من يعيد ترجمتها بعد عقود من السنين ولم يكتفي بهذا كله وإنما أيضا قدم مقترحات في تيسير اللغة العربية في تيسير اللغة العربية وفي تيسير تدريس اللغة العربية وشارك في كثير من المؤتمرات كان من أبرزها مؤتمر ابن سينة الذي قدم فيه بحثا جريئا تماما ألقاه في طهران حينما تم الاحتفال بابن سينة كما احتفل فيه بالعراق وكان هو ضمن الوفد العراقي الذي ذهب إلى إيران وألقى بحثا جريئا في سيرة ابن سينة كشف فيه عن جوانب غير معروفة من سيرة هذا العالم حقق كتابا غريبا في الطبيخ اهتم في الطبيخ يعني هذا الكتاب كان يتكلم عن وصفات صنع الأطعمة المختلفة في بغداد في العصر العباسي اهتم به إذن لم يكن هو يهتم بالتاريخ السياسي فحسب وإنما اهتم بجوانب تراثية لا تقل أهمية عن التاريخ السياسي ختم أعماله كلها بأن وقف مكتبته الغنية بكل طريف وتليد من المخطوطات والمطبوعات الناجرة وقفها ووقف الدار التي كانت تضع فيها هذه الفرائد من الكتب على طلبة العلم وهذه المكتبة التي كانت في محلة الدواسة في الموصل راجعتها وأفدت منها كما أفاد منها كثيرون ربما وهي وقف على أهل الخير وأعتقد أن لا أدري ما آل إليه حال هذه المكتبة فيما بعد لكنه تركها صدقة جارية لطلبة العلم أعزاء المشاهدين تحدثنا عن هذه الشخصية الرائدة المتميزة ولربما نواصل حديثنا عن شخصيات وعن أعلام كبار في حلقات مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته